شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بل ومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هناك أفراد موفقون في الحياة وكل منا يحب أن يكون موفق العلامة الحل رحمة الله تعالى عليه كان موفقا عالم من العلماء يؤلف ألف كتاب هذا قليل نظير في التاريخ العلامة الحل رجل موفق العلامة الأمين رحمة الله تعالى عليه رجل موفق المحدث القمي مؤلف المفاتيح رجل موفق وكلنا نحب أن نكون موفقين فما هي عوامل التوفيق على نحو الإجمال هناك مجموعتان من العوامل المجموعة الأولى مجموعة العوامل الطبيعية المجموعة الثانية مجموعة العوامل الغيبية المجموعة الأولى مجموعة العوامل الطبيعية لعل أهم عامل في هذه المجموعة نظام القناعات نظام القناعات موجود في كل واحد مننا كيف نفكر وفي ماذا نفكر وما هي قناعتنا الحقيقية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغ يقول هلك مرؤ لم يعرف قدره ما هو قدرنا كل واحد مننا الفرد إذا لم يعرف قدره يهلك إذا واحد اقتنع بأنه يمكن أن يكون وليا من أولياء الله أولياء الله تعالى دعوا الأنبياء دعوا الأئمة هؤلاء لهم مقامهم الشامر الذي تحول إلى وليا من أولياء الله لماذا تحول إلى وليا من أولياء الله لأنه اقتنع بأنه يمكن أن يكون وليا من أولياء الله أنا بإمكاني بعضهم حتى في بداية حياتهم كانوا بعيدين ولكن على أثر كلمة أو على أثر موعظة تولدت فيهم هذه القناعة وإذا بهذا الرجل يتحول إلى وليا من الأولياء أما إذا واحد ما كانت عنده هذه القناعة هل يمكن أن يكون وليا؟ لا هلك إمرء لم يعرف قدره هل يمكن كل واحد مننا أن يكون مؤلف إذا واحد اقتنع بأنه يمكن أن يكون مؤلفا يمكن أن يمكن أن يكون مؤلفا صاحب الرياض العالم الشهير بعد الثلاثين من عمره دخل في خط العلم وفي طلب العلم بعد الثلاثين كان بايع أكفان أو كاتب أكفان بعد الثلاثين مرة تولدت عنده هذه القناعة أنه يمكن أن أكون عالما وإذا بهذا الرجل يمشي في هذا الطريق ويمشي ويتحول إلى علم من أعلام الطائفة وعند كتاب من أفضل الكتب الفقهية كتاب الرياض هذا الرجل بايع الأكفان أو كاتب الأكفان تحول إلى فقيه كبير لماذا؟ لأن نظام قناعات تبدل قبل كانت قناعة أني بايع أكفان إذا هذه القناعة كانت تبقى إلى آخر عمر كان يظل بايع أكفان ولكن نظام القناعة تغير وإذا به يتغير ويتحول إحنا كل واحد مننا في داخل أكو قناعات معينة هذه القناعات تحدده تحديد تؤطره تجعله يدور في دائرة محدودة إذا هذا النظام تغير وإذا بالفرد ينطلق يطير المرء بهمته كما يطير الطائر بجناحه أنقل لكم قضية في بعد آخر كان هناك رجل هذا فكر في بناء المساجد البلد يحتاج إلى مساجد طبعاً تعلمون أن تؤيدكم بالشغل أن عمل الخير كم فيه من المشاق والمتاعي والآلام والمثبتات تحرك وبناء مسجد اكتفى كلا ثم فكر في بناء مسجد ثاني ثم فكر في بناء مسجد ثالث الحكومة عرفت بنشاطه وقبضت عليه أخذوا الدول المعتقل انتهى لا حتى في المعتقل واحد يتمكن يشتغل السجناء اللي كانوا معه أخذ يكلمهم حول بناء المساجد وأهمية بناء المساجد وما أعد الله تعالى الذين يبنون المساجد تحريط بعد ما تطلعون ابنوا الأفراد الذين كانوا يأتون لزيارته هذه ليست قضية تاريخية هذه قضية كل واحد واحد مننا كان يحرضهم يشوقهم كتبوا في أحوال هذا الرجل أنه خلال حياته بناء كم مسجد إما مباشرة أو بالتشويق هذا الرجل في حياته بناء عشرة آلاف مسجد عشرة الآن بإمكان كل واحد مننا أن يبني عشرة آلاف مسجد الجواب نعم بإذن الله ولكن إذا اقتنعنا بذلك إذا اقتنعتوا بشي تروحون وراء ذلك يمكن كل واحد مننا الآن العراق بلد مدمر أربعين عام الآن العراق دا يدمر البناء التحتية للعراق كلها مدمر العراق يحتاج إلى ألوف المساجد من يبنيها العراق يحتاج إلى ألوف الحسينيات من يبنيها العراق يحتاج إلى ألوف دور الأيتام تعلمون كم يتيم الآن أكو بالعراق في بعض التقارير أكو في العراق خمسة ملايين يتيم خمس ملايين تعلمون ماذا يشعر اليتيم ما أدري شايفين الأيتام مثل واحد مضيع شيء مثل واحد أكو في داخله فراغ لم يشبع هذا الفراغ فراغ عاطفي هؤلاء الأيتام إذا ما احتويناهم إذا تركناهم يمكن والعياذ بالله أن يتحولوا إلى عناصر مدمرة للمجتمع أكو هناك طفل يتيم رضيع فقد أبويه وعاش حياته اليتم والتشرط في قضية مطولة مذكورة في الكتب هو هذا اليتم الذي لم يجد من يحتويه ويحتضن ويوجه هذا التحول إلى واحد من كبار الطغاة في التاريخ نمرود الذي قال أنا ربكم الأعلى هذا يتيم اليتيم إذا وجه يمكن أن يتحول إلى ولي من الأولياء وإذا أهمل يمكن أن يتحول إلى طاغية من الطواغيت يدمر المجتمع فالعراق يحتاج إلى ألوف المساجد ألوف الحسينيات ألوف دور الأيتام إلى غير ذلك من يقوم بهذه المهمة الجواب كل واحد واحد مننا يمكن أن يكون له دور كبير في هذا المجال هذا التوفيق إذا غيرنا قناعات يمكن أننا لهذا التوفيق مضافا إلى هذه التوفيقات التي الله تعالى منحكم وأعطاكم هذه هي المجموعة الأولى مجموعة العوامل الطبيعية المجموعة الثانية مجموعة العوامل الغيبية نحن نعتقد أنه وراء عالم الشهود أكو عالم الغيب وعالم الغيب مؤثر في عالم الشهود من أهم مفردات هذه المجموعة حجم الرابط بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعي كلما الرابط بأهل البيت تكون أعمق أوثق التوفيق يكون أكثر الله تعالى أعطى مقاليد الكون بيد أهل البيت أهل البيت الله تعالى أعطاهم الولاية التكوينية في هذه الدنيا وفي الآخر كلما واحد رابطته بأهل البيت تكون أعمق وتكون أوثق توفيقه في هذه الحياة يكون أكثر إذا واحد يريد المال ماذا يفعل يلجأ إلى الأثرياء يقترب إلى الأثرياء إذا واحد يريد السلطة ما هو الطريق يلجأ إلى الحكام كلما واحد يكون أقرب إلى الحكام يكون أقرب إلى السلطة إذا النبي إحنا نقرأ في زيارة عاشورا اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله الذي كون الحوزة العلمية في قوم والآن بيته موجود هنا في هذا الزقاق مرون على بيته هذا الرجل عندما كان المرجع الأعلى قبل أن يبدأ بالبحث العلمي في كل يوم كان يأمر واحد أنه أذكر مصائب أهل البيت كم دقيقة الخطيب كان يقف ويقرأ مصائب أهل البيت مصائب سيد الشهداء صلوات الله عليه هذا برنامج كان في كل يوم وفي أيام عاشوراء كان يخرج مع المواكب مع اللاطمين وكان يلطم على صدره كان يقولون له شيخنا هذا مو مناسب لك أنت المرجع الأعلى كيف تخرج مع الناس وتلطن كان يقول أنا كل ما عندي من توفيق وخير هذا كله ببركة الإمام الإمام الحسين صلوات الله عليه كل ما عندي لأنه في يوم الأيام تمرض وأشرف على الموت يعني راح بعد فتوسل بالإمام الحسين صلوات الله عليه وقال يا سيد الشهداء أنه الموت حق الكل يجب أن يموت ولكن أنا الآن أموت يدي خالية ما قدمت لآخرتي شيئا سيد الشهداء تشفع له عند الله وعاد إلى الحياة من جديد كان يقول أنا كل ما عندي من توفيق إنما هو ببركة سيد الشهداء كل ما واحد يكون أقرب إلى أهل البيت يكون أكثر خدمة لأهل البيت يكون أكثر توجها إلى أهل البيت يكون أكثر تأدبا مع أهل البيت يكون أكثر معرفة بمقام أهل البيت أهل البيت ليس أفراد عادي لهم مقام شامر المعرفة لها درجات يفيضون عليه أكثر يعطونه أكثر المحدث القمي رحمة الله عليه مؤلف المفاتيح هذا كان لأ علاقة شديدة بأهل البيت بأحاديث أهل بآثار أهل البيت عندما كان يريد أن يقرأ حديث من أحاديث أهل البيت حديث أو يكتب حديث كان يروح أول يتوض ثم يأتي ويجلس باتجاه القبلة بهيئة التشهد كيف نرعد في حالة التشهد هذا شكل كان يروح ثم يكتب حديث أهل البيت في يوم من الأيام ابن ينقل أنه استيقظ أبي من المنام وكانت عينه تؤلمه بشدة لا يتمكن لا يكتب لا يقرأ فجدا كان متألة وقال أخاف أنني في هذا البيت طريت من ساحة أهل البيت لما أتمكن لا أكتب لا أقرأ يقول كان يعيش هذه حالة الألم وأنا طلعت من البيت ثم عدت إلى البيت ووجت أن الكتب حواليه وهو يطالع ويكتب فقلت له ماذا فعلت فقال في الواقع أنا أخذ كتاب الكافي كتاب الكافي من كتبنا المهم ويحتوي هذا الكتاب على حوالي ستعش ألف حديث من أحاديث أهل البيت ستعش ألف حديث تقريبا والكلين صرف من عمر عشرين عام بين سفر وحضر في العهود القديمة بالوسائل القديمة حتى تمكن أن يكتب هذا الكتاب هو كتاب مهم يجب أن يحفظ هذا الكتاب أن يدرس هذا الكتاب النجاشي وهو واحد من كبار الرجاليين يقول كنت أتردد على مسجد اللؤلؤي ورأيت أصحابنا يدرسون كتاب الكافي عند أحمد ابن أحمد الكوفي كتاب مهم يقول المحدث القمي أخذت كتاب الكافي ووضعته على عيني وإذا بعيني تشفى فورا وأنا الآن مشغول بالكتاب قالوا بعد هذه القضية لم يعد إليه وجع العين إلى نهاية عمره أي بركة أحاديث أهل البت أهل البيت بيدهم كل شيء واحد يجب أن يطلب منه أنتو الآن في جوار كريمة أهل البيت صلوات الله عليه تذهبون أو ذهبتم لعلكم إلى مشهد مشهد الإمام الرضا صلوات الله عليه الإمام الرضا هو الإمام الرؤوف في كل عام يأتي إلى مشهد كما ذكره بعض المطلعين حوالي ثلاثين مليون يجون إلى مشهد أنتو متنعمون بنعمة جوار أمير المؤمنين صلوات الله عليه هذه نعمة تغبطون عليها أنتو متنعمين بنعمة خدمة السيد الشهداء هذه نعمة كبيرة وتوفيق كبير واحد يجب أن يطلب من أهل البيت ولا يقنع بحد معين هذا عطاؤنا عطاء الله بأيديه هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب إحنا يجب أن نتعرض أكثر إلى هذا العطاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن تشملنا رأفتهم ورأفتهم أكثر فأكثر وإن شاء الله تعودون من هذه الزيارة سالمين غانمين موفورين بحاجات مقضية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شهرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة